ما يجيش المشكلة في الأسئلة هنا الأسئلة خلينا إحنا يجينا من الخلعة على الزلزال والحد الآن كي أنا داخل ومشي تما ما زال مخلوع من الزلزال ما تجيش كي واحد في الدار فالتلميذ صلاح الدين كان يقطن بحي الخرب الذي تضرر بفعل الزلزال بولاية ميلا وهو اليوم يراجع ويتحذر لاجتياز شهادة التعليم المتوسط لكن في وضعية متغيرة بعد أن تضرر المسكن العائلي بنت تونسي مضرورة ونتمنا من السلطات المانية تنجحنا وتشوف في عمرنا وإحنا مضرورين من الزلزال ما تراجع ما تراجعش وانت هاني دي ما في قلبك هذه الغمات الزلزال درك يعود ما تقدرش هو أيضا التلميذ خالد من أفراد عائلة تضررت فجعل المراجعة في أيام معدودة كونه كان مرتبطا بمساعدة عائلته في الأزمة الضروف ما كانتش مريحة نهار درب الزلزال دي جاي سمانتين ما حفظناش غير نقاي نتدور ودي الحويج هذه ما كانش وين تبات تبات رسطات ما كانش كفاء تحفظ ما مريق لاش خلاص سمى غير هذه الثلسة يام طلعا سلت ضربة نحفظها بين مراجع للأسئلة ومراجع للدروس وجدا جدار مركز مبارك الميل الذي امتحنا فيه لملامسة المعلومات المتوفرة لديهما وأملهما في النجاح لعلهما يستعيدان وضعهما النفسي الذي لازمهما منذ وقوع الزلزال